الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العالم يعيش لحظة محورية دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهد لتصدي للتخديات المركبة التي تعين واجهتها وخلال كلمتي في قمة نظم الغذاء شدد رئيس السيسي على أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي هي مسألة تأتي على رأس أولويات الإدارة المصرية وخلال القمة أشار رئيس السيسي أن خطر المجاعي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مجتملاتها مضيفا أن مصر دشنت حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات وأسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام وخلال الكلمة أوضح رئيس السيسي أن مصر انخرطت في صياغة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي كما أكد اعتزام مصر استمرار العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيا للإسرائيل في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باستخدام أحدث الوسائل العالمية لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية وخلال اجتماعه بالمجموعة الوزرية المختصة لمتابعة المشروع القومي للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي وجه بمراعات أن تكون المنظومة متكاملة الأركان بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن وخلال الاجتماع شدد رئيس السيسي على ضرورة التدقيق التام في إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أبطال مصر البرلمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب موجها بتكثيف الدعم الموجه للأبطال المصريين استعدادا لدورة الألعاب البرلمبية القادمة في 2024 جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعبين واللعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميذليات خلال دورة الألعاب البرلمبية الأخيرة في طاقيو 2020 ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادا لدورة الألعاب البرلمبية القادمة في 2024 أكدت وزيرة التغطيط هالة السعيد أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأضخم على مدار النصف قرن الماضي موضحة أن المشروع يغطي أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع و175 مركزا على مستوى 20 محافظة وخلال إلقائها محاضرة تثقفية بعنوان ملامح التجربة التنموية حياة كريمة التي عقدتها الجمعية المصرية للإقصاد والإحصاء السياسية استعرضت وزيرة التغطيط منظومة المبادرة موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدى الزمني لها وكذلك الفئات التي تستهدفها أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 569 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 252 471 حالة هذا وتم تسجيل 722 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس إضافة إلى وفاة 31 حالة جديدة أعلن معهد روبرت كوك للأمراض المعضية في ألمانيا أنه تم تسجيل 9727 حالة إصابة جديدة بفارس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين ومائة وواحد وثمانين ألفا وثلاثمائة وثلاثمائة وتسعين حالة وأضاف المعهد في بيان أنه تم تسجيل 65 وفاة جديدة بالفارس لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاث حالات نهاية منجزة ثامنا نعود الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل